يا سلام على الضيفة الجميلة اللي عندي في البرنامج اليديد يا حبيبتي من ركن مايا يا حبيبتي كرسي العلاقات حبديت الاسم قوي كرسي العلاقات حبيبتي هي والله بس هو شبه كرسي الاعتراف لكن كرسي العلاقات العلاقات وعلاقاتنا مع الناس وعلاقاتنا مع أنفسنا وكيف يأثير علينا صحيح منا شعبان الاعلامية المميزة المتميزة حبيب اللي لديك فوق العشر سنين خبرة في الإعلام واليوم عندك الشركة الخاصة اللي تتعاملين فيها مع المشاهير والبلوغرز وكل الناس الطيبة اللي انتي تحبينهم وهم يحبونك وايد وانتي صديقة عزيزة وكنتي مديرة أعمالي ولازلتي اليوم كنت أسوي دعايات الحين طبعا خفت الدعايات لأن هنقول الاتجاه انتي تركيزي في حاجات أهم وش أهم مختلفة تكون صحيح أنا عايزة أبركلك على البرنامج الحبيبتي ولي عليكي وانتي ما شاء الله عليكي شطورة وصديقتي وبحبك أحبت والله أنا اللي أحبت المحبة من الله تمينا مع بعض اشتغلنا مع بعض بعدين أنا بالنسبة لي خفت الدعايات العلاقة تمت مثل ما هي أعتقد أن العلاقة متى تعرفينها أنها هي علاقة وطيدة لما ما يكون فيها مصلحة مية بالمية صحيح صح بتعرفي معدن الشخص أول ما يبطل ليكي معاه مصلح صد وحتى كمان في نهاية العلاقة بتعرفي برضو معدنه صحيح سبحان الله صحيح يعني حتى أنا دايماً كلمة دي عزيزة على قلبي قوي أنه النهايات أخلاق حتى ما بقول لحد مع السلامة لازم أفضل نص الساعة أنا من النواية دي اللي الناس باي ومع السلامة يا روح قلبي يا توحة شيني اللي هو بدي حب حتى في النهاية العادية وإلى اللقاء وده شيء مقدرش ولا أنا ولا أنت ولا أي حد يعني يضمانه ده بإد رب العالمين صحيح طيب شو رأيك قبل نبدأ إن شاء الله الحلقة دسمة حسن الحلقة كنا إلي لا معاش أنت دسمة أنا ياي بضيفة دسمة يا حبيبتي فأنا أعرف بالضبط يعني أنه مننا اليوم بتفيديني وايد ونتعلم منت وايد بنتعلم من بعض أكي والناس إن شاء الله يارب بتستفيد يا رب feel good tea واو الرائع الرسمي شاشتي أخوي محمد الهواري الله يحفظه مسوي البوكس هذا بوكس الشاي لازم نضيف منه شو رايت يلا الحين هو يقول لي إنه تشيري بلوسم ما يحتاج إلى شكر شكر طبيعي في منت في كاماميل بابونت قالوا لي لا لا روح مع البيري التشيري التشيري تشيري بلوسم لونه حلوة قوي حسا حسا أنا عايزة أعمل إيه and I'm feeling good and I'm feeling good اويا اويا أنا اليوم تعايفين شو باخذ أنا دوم أخذ بلوب دوم أخذ بلوب باخذ اليوم البلاكسي أم ناياس جيد وق course لازم نحطها تشهما أنا عالتول بدأت هذا هو اثنين هي واثنين هو اثنين يعني لازم نضيف الطوبت لا 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 посто Arrived clo اواص نا حبيت طبعا منها قالت لي شيل النظارة فلانا اليوم شلت النظارة بناء على الخبرة الإعلامية القوية حبيبتي هقولك ليه تعرفي انه ناس كتير جدا مثلا ما بتيجي يذكر اسم الدكتورة مايا الهواري كله بياخد النظرة الأكاديمية البحثة جماعة هي تفلس وننا من جوا وبريئة خالص وبتحب هوايات كلها بنيوتة يعني بنيوتة صغنانة فأنا كمان حبا الجانب بصراحة الناس تتعرف علي كيفية حبيبتي انت يا منا والله يعني محد عارفني غيرك ويمكن مثل ما قلتيلي قبل الحلقة أن كثيرين من الناس عموما عموما الناس تحسد بعض على العلاقات الطيبة يعني انت تحبين شخص ليش منا ومايا مثلا مثلا يحبون بعض شوفين بينهم أحس الناس اليوم يعني شوفي تركيزنا اليوم في هاي الحلقة عن العلاقات بالصداقات بالذات النسائية أصعبهم بالذات النسائية لأنه قلت يعني في مقولة تقولت ان الريال ممكن يكون صديق لريال بس تحسين ان المرأة صعب ونادرة حصلين صديقة صديقة فعلا صادقة وبالأخص في الزمن اللي احنا في الناس هالكلام هذا صح ولا لا؟ ده صح مية في المية يعني أنا دلوقتي أحيانا بيجي يقولولي انت عندك أصدقاء دي قال لهم يتعدوا على الصوابع معقول يعني انت كل يوم في إيفنتات وتتفري وتصوير وبرامج يعني المفروض انت عندك علاقات كتير عندك يس عندي معارف وليس أصدقاء فرق كبير الصديقة دي زي ما بدأنا الكلام اللي عايزة منك الخير وتعطيك الخير بدون مقابل يعني هي بتتمنى لك كل حاجة حلوة مش مستنيها مصلحة نفسها اللي هو تكون العلاقة مجردة من كل المصالح الشخصية هو مفيش ولا هو فيه بس احنا مش محظوظين نادر قوي 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 خاصة دلوقتي في زمن الصرعة ده لأ كل حاجة سريعة والناس مشغولة واليوم قصير قوي وبياخد منك حاجات كتير قوي فانتي بترسبي الهتمامات سيبيك يا مني انا هقولك حاجة يعني احنا في وسائل التواصل الاجتماعي التأثير حاجة والتقليد حاجة تانية مية بالمية صح؟ يعني انا لما بشوف ناس بتتأثر في مية بقى استعنس والله استعنس بس احب ان الشخص يحط له البصمة البصمة اللي هي له صح يتميز فيها بقى شكوبي بس تأثرت هذا الشيء طيب على راسي وعلى عيني بس كيف نقدر نميز بين ما عرف انت انت نشأ انت تتعاملين مع المؤثرات تتعاملين مع البلوجر يعني عطينا من خبرات على فكرة خلي بالك في ناس بتطلع ويدرب معها حظ ومشهير جدا وحرام بيكون هم عندهم زير ومحتوى يعني هو من جوا فاضي بس هي ضربة حظ زي زي التطبيقات كتير جدا بيتشهر عليها بس اتفاها مش المحتوى الجيد خلي بالك ناس كتير جدا من اهل العلم والثقافة بيعانوا من هذا الامر لتلاقيه هو شخص يحمل اكتر من شهادة الدكتوراه وماجستير وعنده كذا لقاء تلفزيوني وعنده كذا لقاء اعلامي ومش عارف ايه وايه وايه ويعني يملك من العلم الكثير بس عنده حرام 500 متابع وحد تاني انت فاهمه اصدي لا ملايين المتابعين ايه ايه شبه وضع المتابعين هذا يعني الديبند على الاب اللي احنا عليه على حسب الاب على حسب البلاتفورم اللي احنا بنختاره ازاي يعني يعني هما صنفوا انت شغلتش هاي شغلتش اوه صنفوا الانستاجرام انه هو البيزنس بروفايل ده البيزنس اوكي يعني اللي يحمل معلوماتك انت صورك الهاي كواليتي الحاجات الكلاس قوي الاسناب لأ انت كانتك قاعد في البيت والله العظيم انا فيه حاجات ما كنتش اعلامها عن صديقات ليه اعرفتها من الاسناب بتاعهم لا والله الناس بتستبيح ان هي تصور كل حاجة على الاسناب حتى لو الله ستار طيب 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 شو وضوع ما اطلع عن الموضوع بس بطلع وبرجع لان جتي فتحتي هالسالفة شو موضوع اني انا يكون عندي شو فكرة ان متابعات كثير ومتابعيني كثير هواس بس ليش انتي انتي ش انتي انا انتي ش انت تتعاملين في الدعايات اتي لما كنت تتبيلي دعايات كنت 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 اقولك تسأليني اورغانيك انتي المتابعين عندك حقيقيين اقولك نعم حقيقيين لانه ما لسحت ما لسحت اذا انا خفت وعط سويت دعاية على اساس ان انا عندي متابعين وهم لا سمح الله ما فيه مصداقية شذب عارفة ايه السبب ليش الكلينت العميل والله فيه عميل بيجي وحرام ما عندهوش خبرة تماما بالسوشيل ميديا لو عنده خبرة مش هيجيلي ولا هيروح لأي شركة سوشيل ميديا او بروداكشن لا هو هيشتغل هو بايده فمنيجي مثلا نقوله طب والله فيه دكتورة معايا الهواري وخلينا مثلا نتعاون معاها يقول لي لا انا عايز حد عنده عشرة مليون متابع حبيبي احنا اصلا كلنا على بعض في الامارات عشرة مليون فانت عايز حد عنده عشرة مليون متابع على الانستجرام بس ده مي متابعينه او هو يعاني فاهم ان كل ما يكون عندك متابعين اكتر كل ما هو هيبيع اكتر بس عادي حتى لو يعني فيه كلاينس فيه ناس مثلا عادي ان فلانش شارية المتابعين يعني معني سامحيني يعني انا اشوف ناس انا اعرفهم كتير مايو وزملاء كتير كانوا ثلاثمائة فجأستوا مليون ايوا لا ومليون واربعمائة او مليون وثلاثمائة او مليون وثلاثمائة لا 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 يعني لو 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 لا عفوا يعني هل هالشي يمكن يسوي لي ييبلي لانا فيه كلاينس انا سمعت عادي ما تفرق اذا حقيقي او مش حقيقي المتابعين المتابعين اذا مش حقيقي عادي او بس عايز الشو انا ما بقدرش نعمل بس كيف شي ما اقدرش هذا حاجه ما استفدت انا سدفعت فلوس صح 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 حسب معي موقف واحدة عزيزة جدا يعني كويسة ميكب ارت جربي جربي زين عزيزة انجرى كل شي واقول لكم رأيي حلو؟ حيبتش؟ هو حلو اكيد اخوي بعدنا ما يستوي في القدسية جماعة يا رب اقولك الحكاية حرام جات لي واحدة انا يعني بعرفها لطيفة ستت هي ميكب ارتوست فقبلتني في افنط فانا اعرفها هي يعني محدش يعرفها وكان من المتابعين اللي عندها الف و الفين قايت لي ها هنتعامل مع بعض امتا بقى انا عايزكي تجبيلي دعاية وديلي الكميشن اسمعي انا بقى عندي مليون لا فالتوها طب الف مبروك حاضر فيما دخلت عدتت حك انه وضع مش طبيعي بس ده تحول الى مرض حرام بجد هو مرض نفسي صدق في ناس بتكتئب لو انتي زاد عندك عشر متابعين اكتر من عندي يجيلك تئب ازاي وفي ناس حتى ما بما انه ذكرنا احنا كرسي العلاقات في ناس بتغار تدايق ان انا وانتي على علاقة طيبة يعني هما ينبسطوا يسقفوا ويفرحوا اذا احنا مسكين في شهور بعض انا في وحدة اتصلت فيني قالت لي منة تكلمت عنك واحد اثنين ثلاثة صدقا قالت ايه منة تكلمت عنك ايه قالت قالت انتش انتي واحد اثنين ثلاثة قالت لها انا عارف منها عدل عرفت عدل منها ولو قلتي لو قلتي بيكون في سياق سياق توصيل فكرة عشان الشخص اللي جدا انا عارفتش عارفتش اه انتي بتكلمي على واحدة انا وانتي عارفنه انا متأكدة انتي اكيد وصلت لها شيء اه اساب الفكرة توصل ايه فانتي قلت لها مثل ايه كذا اه فحتى في طرح الافكار الناس تشوفها اكس يعني تستخدم والله فلانا تكلمت عنك تغيير الكلام وتغيير الاحداث انا اشوف هذا متعب جدا اه في ناس بتحب ان هي تحط طاقة كبيرة قوي فقلنا وقالوا وعدنا وزدنا اكتر ما تحط طاقة في شغلها انها تنجح يعني انتي تحسين ان القبول هذا من الله كيفية انه البني ايضا بيكون مقبول انه اقدر اسمعك اقدر احسك اقدر افهمك دي يعني ما بيبقاش احنا لينا اه ما تشوفين ان مقدرة عليها كبيرة قوي ان احنا نعملها حتى لو التدريب عليها ما بيديش الافكت الطبيعي طب معلش انا 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 معلش انتي صحبتي وانتي حتستحمليني ايه وانا ما اخذ الاذن منت قبل اننا نتكلم في هذا الموضوع فدل انتي فيك قبول مع انك سفور اوي واللي يشوف حسابت يشوف انت دلوقتي قياني الحمد لله قافي بالك يعني توستوري نفسك ايه من القبول هلا علاقة يعني انا اولا احبت وايد لكن في صور احيانا مثلا يعني ما احرف اتردد اسوي لايك ما اسوي لايك حلو الموضوع انا حب اقول عارفة شو قصدي يعني احنا نتكلم عن العلاقات واحنا اليوم في جلسة صراحة فهل تحسين ان القبول لا دعوة باللبس بالشكل بعلاقتك انا ما انتي انا ما عارف علاقتك مع رب العالمين يمكن علاقتك مع رب العالمين هذا السر القبول انا هقولك حاجة بخصوص الموضوع ده مهم قولي انا بحس انه ايه اكتر حاجة ممكن تخرب العلاقات ما بين الزوج وزوجة ما بين صديق وصديقة انا وجاري عارفة ايه تدخل طرف ثالث فبحيس انه علاقتي مع ربنا مش محتاجة طرف ثالث يخش فيها انا هو بس لانه لو دخل الطرف ثالث هتخرب العلاق غلط ما تعرفش انا بيني وبين ربي ايه يمكن انا علاقتي مع ربنا احسن بكتير من ناس تانية فمحبش حتى يتدخل فيها بس بخاف رب العالمين يا عمري وده اهم حاجة طيب طب معلش نسوي تحدي ثاني نركح ثاني الموضوع على الصور انا لازم اجاوب عليه انتي بتقول انتي بتخافي من رب العالمين طب والصور حلو انا يا مايا جاية ومين اللي بيصورك انا جاية من بيئة منفتحة يعني انا اهلي انا جدتي الله يرحمها كانت بطلة الجمهورية في كرة الطائرة كرة اليد وهي منتقبة لابسة نقاب وقبليها قبل ما تنتقب كانت بطلة سباحة انا قعدت 13 سنة سباحة لدرجة الكابتن بتاعي اتجاوز اختي فلبس الميو والله لبس الميو مصرين اجدع ناسه والله العظيم اه او لبس المفتوح او لبس البحر انا بتعامل معا انه هو رداء انا بنزل اعمل به رياضة مش رداء انا بطلع استعرف به جسمي ده الفرق ما بين وانه ده ستايلك نقطة كمان مهمة انا بختار اللبس على حسب المكان انا مستحيل ارحض على البحر بجلبية مش هعرف ما اقدرش مش جوي مستحيل اجيلك هنا بهوت شورت منفعش ده مش مكانه وانا ست بحب الستايل حب اقدلع نفسي بحب ألبس ببودين يا منا على عيني وعلى راسي على عيني وعلى راسي انا فاهمة بس كل بني ادم عارفة هو يعني بيعيش حياته بشكل مريحه انا مرتاحة كده الى ان يحدث في الامر امر اي دونو يعني متصالحة طبعا وحب نفسي جدا ازاي بحس انه انا وضوحي يضيف لي مش عناد للمجتمع لا 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 مش انا اعمل بمزاجي بالعكس انا بأزي حد في حد بين ازي بسببي هو انا فستاني ده هيئزي انتي مؤثر صح بس فستاني ده هيئزي مين فستاني جميل انتي يوم انتي اخر يا جماعة الجنة هي دي الفكرة انه انا بحب انا بحب اكون يا جماعة في عين نفسي حلوة حتى لو مش حلوة والله العظيم يا ماي انا بقف قدام المراية احيانا اتغزل في نفسي بالساعة والله تستاهل انتي حلوة انتي قلبا وقالبا جمالك يا منوشا يا عمر يا حلوة شعرك يا منوشا اترك بيجنن لانه هتجنن لو ده ما حصلش انا ست بحب اتكلم كتير رغاية واحب اجامل ولساني معصول واعرف اتكلم وممكن راديو ما توقفينيش بس ما بكتفيش من غزلك لي انتي انا اضيف هذا على نفسك من نفسك يس لمعالجة نفسي حتى لايه اشعر بالنقص خلص ويكفي تحسين طبعا طبعا خلي بالك الثقة بالنفس بتبدأ من هنا انك انتي تقتنع يقتنع اعزاتي على فكه لأ انا حلوة يا ساينو لأ انا شطورة طب اللي مش في جمالك يا جميل انت مفيس ست وحشة مايا صح مفيس ست وحشة ابدا كل ستات حلوة ربنا لما حب يا حلي الكون خلق الستات يا ستات جميلة مايا مين يقدر يشمكها مين الستة دي هي هي المصدر حتى لو كانت امتن وحدة لو كانت فيها انا اؤمن اؤمن ان حتى المتينة انزين اللي صعب انها تنزل وزنها اللي مستصعبة الدنيا ومستصعبة لهذا فيها شي جميل صح انزين هي المفروض انها تكتشف علاقتها مع نفسها علاقتها مع ذاتها هو الذكاء العاطف بس احيالا ما تحسين انتي انا عرفت انتي مريتي انتي الحين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يحفظت وصلت مرحلة حلوة في حياتك بس انا عرفت وعاصرتك وكثيرين ما يعرفون اللي انا عرفها صحيح عاقة مع نفسك قرارك انتي اللي بتختاري ده يعني كلنا بنمر بضائقة مالية بضائقة عاطفية بضائقة نفسية احيانا ما بيكونش حصير اي حاجة بس انتي مكتئبة مش عايز تحركي من مكانك مين الشخص الوحيد اللي يقدر يحل المشكلة دي انتي مع طبعا الاستعانة بعوامل مساعدة تساعدك بس القرار بيجي من عندك انتي ده اللي انا عملته خلي بالك انا ستة عصامية جدا يعني انا مش جاية مثلا كمان من مجتمع سوبر غني وملايين لا انا الحمد لله رحلة حياتي وما املك كله من ايدي فقط من شغلي فقط مش انت وارثة مش ان ابوة امت اغنية او عاديا خالص لما بتعودي ست سبع سنين بتجري في الشوارع بالمايك والكاميرا عشان تعمليه تقرير هنا وتقرير هنا والله ما يا كنت بنزل من سبع السبح ارواح ادنين بالليل هل في الهني ولا في مصر هنا 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 انتي بديتي هنا لا انا بديت في مصر الاول ممثلة مصرح وكمان ممثلة في اعلانات ومقدمة برامج راديو وكمان تعينتوا معيدة في الجامعة ماشاء لا اعملت حاج كتير في مصر بس البداية الفعالية اللي انا يعني بحسها بجد لا كانت في الامارات بقلي كتير قوي هنا انا عايشة هنا والامارات عارفة بتحسني انه مصر العندي والامارات العندي اه والله صح يعني حب ومين ما يحبش الامارات صراحة الحمد لله بس احنا المقيمين واحنا المواطنين مع بعض نكمل بعض في هذه الدولة ومفيش فرق انا عملي ما حسيت الاحساس ده نعم انه مقيم ومواطن لا 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 خالص معلش انا ما بخش اي مؤسسة الدور واحد صح مكانك واحد حقك محفوظ صحيح لو في مثلا توزيع شيء الكل بياخد قد بعض فلا ما حسيتش الفرق القانون على الكل القانون على الكل وده اهم حاجة بالضبط وتحيا دولة الامارات في قانونها لسبب والله العظيم يا مايا بنمشي يسايدين الافات في بيوتنا مش خايفين موبايلي ممكن انساف في السوبر ماركت انساف ارجع ايه في مكانه لا 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 في امن هنا يعني نحمد ربنا عليه طول العمر الحمد لله هتلاقلوك دلوقتي ده هي بتتغزل وبتقول الكلام ده المصطحة الشخصية لا ما عنديش مصلحة انا مبسوطة هنا وقعد على قلبكم يا حبيبتي والله منورانا اقدر عن الناس المصريين اخواننا وحبيبنا طيب العلاقات فقلتي لي ان الانسان لازم يتصالح مع نفسه علاقته مع نفسه لازم انها تكون خنقول ان الانسان يشوف الجميل اللي في داخله ويطلع ما تحسين عند الجرأة في الكلام طبعا يعني ما عارف انا يعني انا عارفت جريئة حتى بلسانت هل وانتي سرت سرت في عملت انت انت صريحة انا عارف هالشي بس هل حد بتعد منت ما يبا يتعامل معات ما يبا يشتغل معات عشان انت يعني كنت صريحة صريحة وصادقة انت صادقة انت صريحة وصادقة في فرق يعني تحسين انت خسرتي ناس لانت صريحة وصادقة فيه ثلاثة بعده عني لثلاثة أسباب مختلفة اول حد مساء رجال ميكس اول حد بعد بعد بسبب انه انا مش قادرة اسقط على الغلط اللي هو بيعمله او اللي هي بتعمله ما بعرفش ما يعني انا مجاملة والثانية حلو وكل حاجة بس لا تجي تدق بابي لانه جوابي مش يعجبك خالص دي اول نقطة تاني نقطة اللي مش شبهي يعني لا تجي تدق بابي بامور فيها بالزبط فيها عوجاج اه مبادئ ما قدرش ما قدرش اصلا معلش انا واحدة حطيت لنفسي رولز وحدود انا اللي ما تخطها انسانية طبعا انسانية حدود انسانية طبعا انا مش من نوع اللي حب النتيجة تقوليلي انتي عارفة لو عملتي كذا انا اللي اقول لنفسي انتي عارفة منها لماذا قلتلك حدود انسانية لانه انتي بالبلدي كده واحدة يعني عندك استعداد تديله يعني كده تفتحي اه اه صح? ماذا ما يبنش انتي عارفة منها انتي عارفة منها اذا رجد ما ظلم حد وكان صادق مع رب العالمين بوناسبة الكلام ده عايز اقول لك الانتقاد اللي دايما او احيانا بيجيلي بس عمره مزعجني اللي هو احنا بنحس شوية ان انتي منا بلدي شوية او شعبية شوية طريق كلامك مايا انا ست درست وعندي من العلم الكثير الحمد لله تحدث اللغة العربية بطلاقة وعندي بعرف اتعامل مع الوزير والغفير بس ما قدرش اكون معاك الا بطبيعتي لو انا مش بطبيعتي ام فيك ما بحبكيش خالص يعني ما قدرش اجي الناس هتحبك يوم ما اجي اقولك مساء الخير يا دكتورة ازاي حضرتك يا طويلة العمر والسلامة ان شاء الله امورك بخير اعرفي محبكيش لكما اكلمت حبيبية قلبي يا عمر ام ازيك انا بموت فيك اه انا بتشوف انه انا طبيعية بس يمكن الستات بتتقلب كده ليه بس انا هقولك لاحظت كمان الفترة دي في مشكلة كبيرة قوي في موضوع الحب الناس اختلف عندها شكل الحب بتاع زمان اللي هو بيرضي المرأة الحب بتاع المشاعر انها هتم بيكي بشكلك بأمورك بمستقبلك بعوطفك غزلك مفيش هدايا مفيش ولا خف ولا قلب لا لا اختلف شكله اختلف شكله بيحب يدي الوقتي شو بيحب شو يحب سيارتك رجبها نوعها ايه موبايلك اللي انتي مسكنه ايه عندك مجوهرات بتقضي الصيف بتاعك في سانتوريني ولا بتروحي توركيا ولا بتطلعي لاندن فهو بالنسبة لا اهتمامها بقى بالشكل يمكن هل لانا لانا هديل النساء ماديات فيخاطبها بنفس اللغة اللي هي تتكلم فيها شو رأيت ممكن بس انا عايزة اضيف حاجة لكلامي الا من رحمة رب مقدش اعمم صحيح في ناس لا ما زالت تتمسك بالرومانسية الافلوطنية الجميلة النساء تعشقها اصنو مايا الست بتحب بودنها والراجل يحب بعينيه الراجل عايز تشوف جسمه حلو ستة جميلة وش لطيف لسام معصول اما الستة لأ ستة عايزة تسمع كلام حلو صحيح تسمع كلامي طبطب عليها وعلى قلبها انا بحب ده او صح احنا منحب ده او اوكي هل لانا لانا احنا مرينا بتجارب خذلان فقمنا نقيم ونقدر العلاقة السوية اللي فيها مشاعر اللي فيها ذكاء عاطفي اللي فيها اهتمام يعني انا باقول عن نفسي لما كنت متزوجة المادي نعم عايزة ميلادي لازم هدية فالنتاينز وحنا تعرفين احنا اللي امتي عيدان بس يعني اقولتش النساء كيف نهتم في امور ما يابلي ورد او لازم يبلي شوز او تكرمون يعني نعال او شي او مثلا سافرنا مكان او كذا لما انحرمت منده لما خلاص هذا الموضوع ما فيه ما موجود اه قمت انا اعتني بنفسي مثل ما تفضلتي وانا قمت اهتم بنفسي فالشي القليل لو مثلا انتي ترشتيلي ورد استانس فبعدين انا الحين في وضع الحالة الحين اللي انا فيها مثل الحالة اللي انتي يوم طالعين نفسك انا حلوة زيك يا منوش ايه انا قمت اقول انا ليش اتري ايه 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 انا ايه 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 فقمت كل اسبوع اجدد الورد عندي واخط ورد في كل مكان في البيت الليش عشان اذا انزلت اشوف نفس المنظر اللي شفته فوق ما انحرم منك يا رب النعم ما انحرم منها يا رب بس شوفي انتي الادق التفاصيل اللي الانسان يهتم فيها يعني بالجمال وجمال عينك شوفين شوفين حلو هذي ترتيب الامل التيب التفاعل ايجابية ويمكن لانه مرينا في ظرف صح مع انه عارفة مايا معادلة بسيطة قبل قولي يسمعوها بس الرجال معادلة يا جماعة الخير هي انه انا عارفة انه الدعم مش من صفات الرجل الرجل يحب التأدير لكنه ييجي يدعمك ويقويك ويعطيك ده يقولها قليلة بس هي الخلطة سهلة قوي حبيت الكرام عميق اه يعني الخلطة بسيطة قوي ان الرجل يحب التقدير ايوه اوي اوي ولكن صعب هو فاشل في الدعم اه مش مش اشتر هو عايز تقدير ويدعم مني اه اه لكن انه انا يدعمني الدعم مش بس مادية مويا مش انا ارملها مثلا مبلغ فلاني خلاص انتي سكوتي ده حقك كده علي انتهى وده عيب استقافة العربية انه الراجل بس للمال لا حبيبي استنى انا عايزة منك حنانك فعلا كلامك صحيح لما تداوم الحرمة لما تداوم زوجته يقول لها ودي بده يكون عندها فلوس يتني استشارة من يومين انه لانه بديت اداوم ما بديت اداوم الحين يقول انتو المحريم يعمم انتو الحريم من اول ما شغل نزل دام انه تستلمين راتب في شغلك وعندت شغل وتستلمين راتب انت مو بحاجة للريال قلت له هذا لانه مثل ما تفضلت في حياته هو وعقليته هو معتقد ان الرجل مادة معظم الرجال يعتقدون ان دورهم مادة فلوس هي مش فلوس انت قوام نعم منفق لكن ليس فقط انفاق صح وخلي بالك الست ادرك كون شريك للرجل حتى في الفلوس اذا كانت هي مرضية ومكتفية نفسيا وعاطفيا نعم والله هيبتيها جول مش مش هيفرق معاها فلوسك بل بالعكس ده هتشتغل عشان تساند معاك بس لو انت محسسها انها يا برانسس تعال اقول لي سهد صباحك يا احلى النساء تعال اقول لي انا حياتي من غيرك مستحيل تعال اقول لي على طبق اكل عملته بسيط انه تسلب ايدي وقدي انا عظيمة صدقني هو ده اللي تشارج بتاعي ده الpower ده الكريدت اللي انت بتشحنه عندي اشو الخطر انا اقوم اجري وانطلق حيقول لي لو في ريايه اللي حين يسمعون يقولون وين هاي الحرمة اللي اصلا تقول لي يا حبيبي ويا عيني انت ملك الكروني الله 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 اللي هو اعظم طبعا ولكن انت بل تكوني انا الستاب بتقول حرم بتقول اه يعني اصلا انا هقولك حاجة حتى الستة المعقدة هو اللي هي يعني اصعب نوع لا هترق اصلا احنا ضعاف اويون جوا ما بنقدرش بسهولة بنروح وتعالي اسمايا حتى قصص التاريخ ملكات العالم اللي بوز عرشها رجل اللي بوز مملكتها رجل والعكس كليو باترا حبت انتونيو الله فخرب عندها السيستم بتاع الدمخة انتحرت وهكذا لا 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 الستات دي بيتضحك عليها والله بسهولة اكسم بالله بوردتين باثنين درهم تضحك عليها هو في وردتين باثنين درهم عندي لا عظيم انت ما شرتيش شاية مننا شربيش شاية مننا شاية جميل اوست ما جرب كل ان شاء الله ان شاء الله طيب بقولك صدق نرجع بقى موضوع العلاقات والصديقات في اللي تمصلح معاتش يا لهوي وفي غيرهم وفي غيرهم الله المصريين احبكم احبكم احب كل الناس بس يعني مننا اليوم من مصر الحبيبة انزين يا لهوي اه ده القطار قوي يا مايا قطار قوي قوليلي يعني مثلا اكون انا عاملة اعلان انا انا على صفحيتي الشخصية اه وبس انزله او اكون عاملة مع مايا اعلان ومصورة ومع صالح ومع احمد ومع محمود الاقي يعني سي من الناس اتصل بيا يا حبيبتي يا روحي وحشتيني يا عمر يا قلبي وبعد نصف ساعة نفاق اه بقوليك الاعلان اللي عمعته مايا ولا العمل وصراح ده مفيش لأ اختك حبيبتك ها يعني كل المقدمة اللي فاتت دي كان التمهيد بس للمصلحة انا مش ضد ده اه لو انتي بتتصل بياه باستمرار سواء عايزة مني حاجة او لا قوة التأثير هذا ولا تقليد تقليد مش تأثير ليش طب شو الفرج احنا سألنا هذا السؤال بس ما اجاوب نعم اه انه انا ليه انتي تبقى احلى مني ليه انتي تبقى احسن مني ليه انتي تبقى مشهورة عني ليه انتي تبقى نكحة والناس بتحبك اكتر مني احنا ما نعرف نيتهم منا ما نعرف نيتهم نيتتي والله ده الحمد لله نعمة من عند ربنا ان احنا ما نعرفش نيتهم اه لو نعرف نيتهم عموما صغير يا الناس دي تخيالي لو بيحبوني فيك أنا أخطار الحب فيك على القره الحقيقي مثل أنك بتحبني رجاء واسيبني مقتنعة بس ما خانيشة اكتشف أنك أنت بتكرهني أو بتتمنى لي الشار صدقين أني أنا تي أنا ما أحب أعرف لو حد قالي لدرجة أنا حد قالي أي شي عني حد نقل كلام عني تعرفيني أنا كيف أسمع أسمع بريل ينزل عني انتقاد على الملأ هذا تي أنا أعرف ونزل بالذات في آخر فترة في آخر فترة يعني الحمد لله الإنسان يحاول يبتكر في مجاله ويبدع في مجاله بس أنا أشوف أني أنا ماشية والجدار ومتقي يعني أنا متقي رب العالمين في العباد وأحاول أني ما أختلق أعداء لكن سبحان الله يا منا تطلع لتش كيف ما تعارفين ما هي أنت قلت حتى الصبح أنا شفت لك ريل قلت الشقرة المسمرة نعم يرميها الناس بالحقارة بس طبيعي أنا ليه هروح على شقرة قاف خالص تكون يعني ميتة وارميها هنزل إيه ناسينج ناسينج صحيح لكن لما أنا أروح عند حد الناس بتحبه ومثقف وألزق فيه وهبان هبان هزهر فأنتي يعني تعتقدين أن النية الحمد لله أن ما نشوفها الحمد لله صحيح صحيح شفيت السهم شفيت السهم هذا أنا ماشي أنا بعمل كده وبالأخص لو اللي قدامك يفتقد للعلم ولا الثقافة والتربية وللأخلاق ساعتها بتروحي دايريكت على إيه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فبقول سلاما باي باي ونعمة بي ونعمة بي وبامشي ليه؟ مايا أنا هو أنا نقصة أجيب هم على همي طيب أنا عندي إناف طيب مركز في اللي أنا فيه زي اللي قاعد ده منخاره في حياتي وفي حياتك والله يا عزيزي لو حطيت منخارك ده مكانه وركزت في حياتك أنت هيكسب صح هيكسب وهيبقى أحسن مني ومنك هي هذه التركيزة ذكاء العاطفي من ذكاء العاطفي أنك أنت تتركز في أمورك تركز في ذاتك من أنا؟ شو عندي مواهب؟ شو عندي ابتكارات؟ شو عندي أستثمر فيها؟ أعزز الإيجابيات السلبيات أو مناطق التحسين أطورها أنقلها من هنا إلى هنا إلى الإيجابيات بس الناس ما عرف يعني تحسين هاي طبيعة؟ ما بيحبوش يبصوا فرائتهم؟ ما بيحبوش يبصوا فرائتهم ديمن بص فرائتكي انت حتى الناس اللي بتيجي تحكم علينا أقول لك إيه؟ هو أنت ليه بتحطي مكياش كده؟ أنت ليه بتلبسي لبس ده؟ هو أنت ليه مش عارفة إيه؟ هو أنت إيه بتعملي إيه؟ طب حبيبي قعد أنت أسأل نفسك الأسئلة دي يعني إيه؟ أنا شفت الديكمنتري بتاع إليه سأقيت لك الناس حشورة إحنا في 2024 بيدوروا لسه عن الديناصورات ده على مفضي قوي؟ لا 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 الناس تموت وتعرف تفاصيلك إنتي إيه بيحصل لك إنتي؟ لا ولما تعطيهم التفاصيل بكل حب خلاص ملينا من تفاصيلك وينتقدوك وينتقدونك إيه حين تيموتك شو ما ما عرفنا لكم إيه حين تبون تعرفون وينساعد الخلق وفي نفس الوقت يون ينتقدونك يعني فيمكن إن الإنسان يمسك العصر من الناس شوفي أنت تسمعين للإنتقادات؟ صراحة لي لنفسي نعم لما بكون من حد مهم بس حلو أنا أسمعه من حد عنده شيء يفيدني هو نجح مهم مش شرط تحبينا لا مش شرط بالعكس هذه مهمة جدا لازم أنا فيه ناس كتير قوي لا أطيق الحديث معاها ولكنهم عظماء ويمكن لهم وجهة نظر طبعاً طبعاً أديكي واحد مثلاً قادر أقول اسمه عندنا في مصر مثلاً المخرج العظيم يوسف شهين ولا حد بيحبه الممثلين من طباعه الصعبة بس هذا ينكر إن هو مخرج عظيم؟ لا ما حدش يقدر ينكر ده نفس النظامة بطبقه مع صحابي ومن ضمنهم والله أصدقاء أنت تعرفينهم صديق معين أنت تعرفين ناس كتير بينتقدوا علاقتي مثلاً بيقى الضيق إحنا لا معلش إنتي وريلش إنتي متزوجة وريلش إنتي رايش دائماً معاك طبعاً طبعاً هو يعني صديقة عائلة أنا عارف أوي أوي طيب شو تقولون شو تقولين إنه ليه ليه مثلاً الشخص ده بتردي؟ طبعاً برد ليه؟ أنت مالك حرة حرة ليه أنا مش هحكم أنا مش هحاسب بس ما يقول لك يعني أقول لي من صديقك أقول لك من أنت أقول لها من أنت ولا هي قديمة لا لا قديمة لا علش بقى راح الزمن ده والدليل على كلامي كام ست بتكتشف إنه جزها اللي عايشة معاها بقالها 30 سنة متجوز ومخلف أحياناً بتنخدعي في الناس اللي انتي كنت رسمالهم صورة أحلى بكتير من الواقع يعني بتقولي له يا خسار أنا كنت بشوفك بعين أحلى من كده بكتير أنا زعلانة أنت طلعت ده مش دايماً بيقول لك إنه الواقع أحياناً بيبقى أغرب من الخيال لو قاعدت تتخيلي إيه في واقع مؤلم طب ليش شو بيستفيد حتى تكوني أقل حتى 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 يتشفى وينبسط ويسعد بشقائك مع أنه هو يستفيد يكون سعيد يكون سعيد بمعاناتك بس تعرفين أنه هذه من أسوأ من أسوأ المشاعر الإنسانية اللي ممكن الإنسان ينزلها طبعاً طبعاً وما خفيت أنا أعظم لشان كده أنا اخترت أكون أنا اللي هو برا لأنه حراماً العالم دي بشفق عليها أنا بيمزل مجهود رهيب أنه يقنعك عكس ما هو يبدو أو عكس ما هو حقيقي للأسف الشديد يعني هو الشخص ده بيبزي المجهود عظيم عشان يداري الجانب السيء ويظهر لك جانب كويس لا لا ده دول نشفق عليهم مش نزعاً منهم برضا حرام للأسف الشديد أقول لك على انتقاد مثلاً قولي لي أنا أحياناً يعني عايز أقول لك أني أنا I love you عمود فيك لأن فعلاً فعلاً أنت تشيط قال عينة وبردين الخاطر والله العظيم أنا ما بحافش أقول غير الشخص فوشه ما بحافش أجمل كلامي أبداً مع أن أنا ست مع صولة اللسان لكن وقت الجد ما أقدرش أجمل كلامي إذا غلطانة أقولك غلطانة ما أقدرش ما أقدرش أو أتدارك الموقف لكن ما حبش مثلاً أنه تكوني أنت غلطانة فأفضل أقول لك شايف أنت غلطانة أما أزاي وشايف أنت غلطتي في إيه أنت أزاي تغلطي كده أنت أزاي تعملي ذكرين الشخص لا 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 مش حلوة مليش فيه وينتقدوني كتير يقول لي طب إنت إزاي تعرفي فلان الفلاني ده ده مثلاً نوعه وكذا صاروا يصنفوا الناس أنواع إزاي يعني فيه أنا مليش دعوة حياتك إيه مهنتك إيه بتاكل وتشرب إزاي صحيح ميقولك إيه يعني اعتقادك الديني حتى أمليش دعوة لا أتدخل لأنه فيه ناس كتير تنصب نفسها أنهم موكلاء من رب العالمين وليعوذوا بالله وده مش حقيقي نعم وليعوذ بالله صحيح ومش حقيقي مين معا وكالة سوري ورهنة سعياتي بنسمع كلامه لكن لكن استغفر الله العظيم لكن مفيش الكلام ده مش حقيقي فبالتالي أنا بدع الخلق للخالق ليهم ربي حسبهم أنا مش ربهم أنت إنسان أخاطب إنسانيتك وليس اعتقادك الديني مليش دعوة علاقتتش مع الحيوانات أحب الحيوانات جدا والحيوانات هما سوري الحيوانات هم مقياس الإختبار بتاعي للناس يعني أنا ما بيجي لي حد مسلا نشك فيه إنه هو مش كويس بطلع الحيوانات اللي عندي في البيت يعودوا معاك لو حبوه عليكي حركة والله يا مايا لو حبوه يبقى هو ولم حبوش لا يبقى هو زم أنا حاسة مش كويس مش هتجذب الحيوانات علي بس يعني كيف لا أحب شي سوي يعني يعني يعوي عليه يعضوا يكرهوا يعضوا إذاً 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 عضي أميان 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 لا أنا عندي علاقتي بالحيوانات راه أنه استعد عيش مع الحيوانات تعرفين أنا شو حب أحب فيك أنت أنت جداً صادقة بمشاعرك وكلامك وواضحة وعفوية وجميلة وما عندك لا يعني أنت يعني تحبين كل حد وإنت عايز تحبني حبني مش عايز تحبني براحتك أنا هحبك برده أنا هحبك برده أنا كذبة كده على سنابي يقدبه الحب يقدبه المزيد من الحب سبحان الله أنا ما بعرفش يعني ما عرفش أجد خانق معاك خالص مليش في الكلام ده لا وقعد بك بس ما ما تركيش لا أفضل معاك والحمد لله الحمد لله ما عنديش عركة ما حد طيب كده هننهي شوية أنا كتير بناتكلم فيه انتقاد أنت كنت يعيز أنهي فيه أسوأ انتقاد قالك أنت علاقتك مع الناس علاقتك مع نفسك يمكن أنت انتقادت نفسك إحنا على فكرة إحنا we are our worst critic يعني الإنسان هو أسوأ ناقد لنفسه صحيح فشو شو الانتقاد اللي يات اللي يمكن طور منت أو كسرت بالعكس أنا ضد الكسر أنا كائن ضد الكسر إطلاقا والله ولا يمكن شيء يكسرني لأن عندي ثقة في نفسي أن أنا قوية قادرة أعمل بإيدي فقط أدأك نفسي بإيدي فقط طول ما عندي صحة طول ما عندي عقلة طول ما عندي قلب بيحس أنا مش محتاجة حاجة من دوني خالص فما بيخدش الانتقاد ده إنه شيء ممكن يهدني أو يكسرني أو حتى يزعجني ممكن أسمع سمع تقيل على ودني ولكن مدوش وقت إنه هو يكسرني يبقى غباء مني لأنه أنا اللي بتقلم الشخص اللي قاله بس يمكن أن أتعلمتي مع الوقت طبعاً ومع الخبرة طبعاً في البداية كنت لأ إنت لو دبانة عدت قدامي بتعصب الحين ما يتش انت قاعدات على اللبس وإذا جالي عادي بيشهروني أكتر مستهل قم خشوا وكتبوا واشتموا برافو صدق طبعاً أصدق معلش إيش الجرء اللي فيتش شو حلي من وين هاتحك على نفسي سمي عليك يا مايا الله يسقط ويحفظت هاتحك على نفسي أنا شخص بحب نفسي كده وصريح كده طب ما إنسان يتستر وما يصورش نفسه مثلاً وأنا مش مفتوحة لا بالعكس أنا مصدورة من رب العالمين بس أنا بحب الموضة أنا ست بحب أشتريه دوم غالية جداً وألبس وأسافر وأتغنج وربنا كريمني بجسم حلو ووش جميل ليلا ليلا طبع ليلا ليلا لازم لازم أنبسط واتدلع يا أختي ممكن مدت بكرة بسم الله مش يبقى اسمي يعيشنا حياتي على طيب يعني بحساب ربنا ربنا هو غفور رحيم يعلم ما في الصدور أنا علاقتي مع ربنا علاقة قوية جداً وما بيننا تجارة رايحة جاية ما اقتقفش أبداً 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 وأعتقد أنه غلطاتي يعني بسيطة مايا مش صعبة بني آدم أنا لازم أغلط طبعاً لو أنا مغلطتش يبقى أنا طلعت من الإنسانية و والشيء الطبيعي لازم ما أغلط الحمد لله إن دي أخطائي يعني الحمد لله إنه شكلي ده آآ أنا شوف أنا ممكن أتكلم عن لسان حالي المجتمع لأن اللي ما يعرف منه بس يشوفوش على الشاشة شوفوش على الصور ما يعرفتش أنت وتمنى أن الناس حين عرفتش وعرفت منه صديقتي أنا بقل عندي سؤال لك سأليني بيجي وأنا حبك يا صديقة أن أنت تردي عليه للناس أحيانا الناس مثلاً بيشوفو استشاراتك بالأخص الزوجية فبيجي يقول لك إيه طب ما فاقت الشيء لا يعطي طب أنت منفاصلة هذا حلى سؤال آآ إزاي بتقدري تنصحي غيرك وأنت مش في علاقة أو لو كنت نفعت كنت نفعت نفسك آآ أو مثلاً أنا عايز داك تردي عليهم أو مثلاً تقول لك ولا أنت ندمانة أيوه عشان كده بتدي نصايح أيوه شوفي منا بخبرتش دائماً في الزواج لازم أنت الزواج عشان تتمين في الزواج لازم أنت والشخص أنت والشريك أنت والاثنين تبون العلاقة أخوي محمد في الحلقة في حلقة من حلقاتنا في ركن مايا قال إنه وحرمته يبون العلاقة لكن لما حد فيكم ما يبى العلاقة تنهدم العلاقة لو شو ما حاولتي تبنينها أو تيبين أو كذا خلاص you are checked out صح فيمكن الغلط مني من صوب أن ييت أبعد العلاقتنا أنا يعني أنا يمكن ذنبي أن طمحت وكنت تحابة أنه يكون معي يدعمني عرفتي فيمكن لما ييت قلت خلاص ما بطموح كان too late كان ويد متأخر فهو بالنسبة له he checked out يعني خلاص فأنا دوم أقول أوصفها مثل البلونة اللي طارت وما لحكت عليها خلاص فلذلك نقول الطلاق نصيب صح تحاولين من الناس ما تعرف وراء الكواليس شو يحصل تحاولين قدر الإمكان وتندمين لكن يليت أن ترية شوية يعني ترياني يعني أن أنا ترى شو في دخلة السوشال ميديا والطموح وكذا وهذا تاخذ وقت لما تصحصحين وتعرفين أنت شو ليش موجودة فيه صح وشو تأثيرك في المجتمع بس ليه مايا عندنا في مجتمعاتنا العربية طلاق عيب واصمة عارة المرأة شوف لأنه متوقع أن المرأة هي اللي تلم البيت هي اللي مش لازم الست المنفصلة يعني أقولك النظرة تحسنت أفضل ولكن تحسنت أيضا تحسنت أفضل كيف يعني أن إذا أنت مش مرتاحة وهو مش مرتاح يعني رب العالمين أجاز هذا الشيء الأنفصال في حالات كثيرة هي صحية لكن في نفس الوقت طلعت لت فئة من الناس اللي هي الطلاق هي أنا بعيش حرة أيوة صح هذا اللي خربت على المطلقة اللي عايزة تعيش واللي عايزة اللي تظلمت واللي تبقى أنها تكون تعيد التجربة فأنا أنا أنا مش ندمانة بالعكس أنا أتمنى إن شاء الله أن رب العالمين يكرمني في تجربة ثانية أكون فيها أفضل نسخة من نفسي بس أنا مش النسخة اللي كنت أنا اليوم ماي اللي معروفة فأكيد هذا الريال الطموحة أنا أبا نفسي شيء فخلاص يمكن رب العالمين أعطاني فرصة ثانية أني أعيش هاي الشخصية مش لي وحدي ولكن محتاجة أني أعرف أنا منهم أولا والحمد لله وصلت وفي نفس الوقت نصيب وإذا ما استوى ترى مستمتعة لأني وصلت لقناعة أن أحلى حب هو حب الله عز وجل ونعمة بالله عارفة ما بتكلم عنك بوصفك بإيه حبيبتي بقولهم ماي الهواري بـ 24 ست يا عمري يعني تلفتها من كل اتجاه ست عقلها عقل ست أنت تحب أنك أنت تعرفها قلبها قلب ست أنك تحب أن تحبك حنيتها عليك حنيت أم كرامها ما بيقفش دموها فريق حبيبتي يا عز الله فبقاد أنت تساوي 24-26 مع بعض بس عايزة يستهلك يا رب كله نصيب يعني بس الحمد لله شربي يا أختي شربي يا رب نشكون بس الناس استمتاعوا بالحلقة إن شاء الله كرسي 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 مش الاعترافات كرسي العلاقات لا يعني لأن المحبة حلوة الصحبة صالحة حلوة المحبة والصحبة طيبة عارفة ليه بكيت؟ لأن ده حقيقي اللي أنا قلته ده حقيقي وإنت تعرفيه وبتحسي بتحسي أن أنت عايزة تكفي عليه أكتر الحمد لله بس والله العظيم يا مايا بجد كل اللي حواليك بيشوف ده مش أنا بس اللي مش بيقولولك هم بيكرهون يقولولك لكن الله يساعدهم ده اللي باين خلي بالك ومشاء الله عندك كم نشاط الحمد لله يعني أنا أفتح الاسناب ألاقي مايا ستة سفة تقري الحمد لله بي تقري وتخلص تطلع عن مدرسة تخلص تطلع على العيادة شوفي ماما بتقولي تقولي أنت أي ريال بيستحمل قلت لها أمي أنا لو ما سويتي أنا ما تريع ريال شو سوي ده ماياني شو سوي صح لازم أشغل عمره وبعدين أنا وجدت على هذه الأرض الله أعطاني هالرسالة صح لازم أكمل إليه ما رب العالمين يغير رسالتي أو تتحول أو تتم وتكبر فأنا ما باين ما بايني سأتريع الظرف أنا أسوي أي صح مية بالمية أنا اللي أخلق الفرصة وأنا اللي أخلق الوقت وأنا اللي أعمل كل ده لنفسي أنا بتمنى الصراحة كون كنت ضيفة خفيفة الجننين وبحبك أوي أنتي أحلى أحلى حب وأحلى أحلى منا وأحلى منا وأحلى منا